بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة بناتي الطالبات أسعد الله أوقاتكم بكل خير أبرق لكم بالتحية والتقدير وأنتم تتقدمون الآن للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2019-2020 رغم كل الظروف الصعبة التي فرضت علينا جميعا فقد أبليتم بلاء حسنا خلال الفصل الدراسي وقد خطتم تجربة التعليم الإلكتروني بكل عزيمة واقتدار إلى أن وصلتم إلى هذه النقطة الهامة وهي نهاية الفصل الدراسي الثاني وها أنتم الآن اليوم تجنون ثمرة جهدكم وتعبكم خلال الفصل وهنا أتقدم لكم بكل الشكر والتقدير والمحبة على الجهد الذي بدلتموه خلال الفترة السابقة رغم كل المعيقات التي نقدرها ونعرفها ورغم كل الصعاب التي مررتم بها ومر بها مجتمعنا الفلسطيني وأطمئنكم وأطمئن ذويكم أنه قد تم السماح لكافة طلبة الجامعة بالتقدم إلى الامتحانات النهائية دون أي عوائق فلم تسجل جامعة الأقصى لا في سابق عهدها ولا الآن ولن تسجل مستقبلاً إن شاء الله على نفسها أنها قد حرمت أو منعت طالب من التعليم ومن الالتحاق بالامتحانات لأي سبب كان ولأسباب مالية هذه هي رسالة الجامعة السامية التي نحافظ عليها وسنبقى نحافظ عليها إن شاء الله وبهذا الخصوص فقد اتخذت إدارة الجامعة قراراً هاماً بتمديد فترة السماح بتزديد الأقصات الدراسية للفصل الثاني 2019-2020 حتى نهاية الامتحانات وسيكون الباب مفتوح لجميع الطلبة بالتقدم للامتحانات وأيضاً بتزديد الأقصات الدراسية ولن يكون هناك أي عوائق أمام أبنائنا طلبة وطالبات الجامعة من التقدم للامتحانات حسب نوع التقييم الذي اختاره الطالب بمحط إرادته أتمنى من أبناء الطلبة استثمار الوقت والعمل بجد واجتهاد للانتهاء من هذه المرحلة الهامة والانتهاء من الاختبارات النهائية وأتمنى لهم كل التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة